للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن رامي جبر مرسل القاهرة الإخبارية في البداية تحياتي إليك رامي يعني سؤالي عن التظاهرات في الجامعات الأمريكية المختلفة وأنت تعلم أن التظاهرات الجامعية لها شأن خاص يعني ومميز حيث أنها تنطلق من الطلاب إذن كيف قرأت هذه التظاهرات وما تأثيرها على القرار الأمريكي بشكل عام مرحبا عمر من البداية من بداية هذه الأزمة كان ربما الطلاب في الولايات المتحدة هم الأكثر تأثرا والأكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية ونستطيع أن نقول أن الجامعات الأمريكية هي نواة المظاهرات ونواة الحراك في الشارع الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية كان هناك تظاهرات كثيرة في الحقيقة في عدة جامعات في مختلف المدن الأمريكية ولكن ما حدث في نيويورك كان مختلفا بعض الشيء ارتأت قوات الشرطة أن المظاهرات أصبحت أو تتجه إلى إغلاق الشوارع أو العنف أو تعطيل المصالح فأدى ذلك إلى تدخلها بهذا الشكل وإلقاء القبض على عدد من الطلاب الطلاب من جانبهم قالوا أنهم لم يكن في نيتهم الاتجاه إلى العنف ولكن عادة الشرطة هي التي تبدأ بالعنف وبمحاولة إبعاد الطلاب عن الطريق ومحاولة إنهاء هذه المظاهرات بطرق قد تكون عنيفة بعض الشيء مثل استخدام رذاذ الفلفل أو استخدام العصي أو استخدام القنابل المسيلة للدموع في بعض الأحيان أو استخدام الخيول هذا ما يقوله الطلاب في جامعة كولومبيا بالنسبة للإدارة الأمريكية هذه المظاهرات تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال إنه لا يجب أن تكون هذه المظاهرات معادية للسامية كما ادعى البعض ولكن أيضا في نفس الوقت قال إنه يجب على الناس أن يعلموا ما الذي يحدث في غزة وهذا في الحقيقة يعد موقفا متوازنا من جانب الإدارة الأمريكية متمثلة في شخص الرئيس الأمريكي جو بايدن من المعروف أنه في الولايات المتحدة هناك حرية للتعبير هناك حرية للتظاهر ولكن في بعض الأحيان تخرج الشرطة الأمريكية عن المألوف وتمارس بعض العنف ضد المتظاهرين الذين ترى أنهم قد يعطلون المصالح أو قد يصدر عنهم شيء ما يؤدي إلى العنف وهذا في الحقيقة تكرر أكثر من مرة هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشرطة المظاهرات بإلقاء القبض على بعض المتظاهرين حدث ذلك في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض وبالقرب أيضا من الخارجية الأمريكية وبعض المنشآت الهامة ولكن بالفعل الحراك الطلابي أصبح يمثل ركيزة أساسية من الحراك في الشارع الأمريكي المتعاطف مع القضية الفلسطينية وهو لا يقتصر فقط على الطلب العرب أو الفلسطينيين أو الطلب اليساريين أو ذوي الاتجاهات اليسارية الذين تعاطفون دائما مع قضايا التحرر والقضية الفلسطينية ولكنه أيضا بدأ يشمل عددا كبيرا من الطلاب الأمريكيين الذين يشاهدون يوميا في كل مكان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث من عدوان إسرائيلي على غزة نعم رامي يريد أن أتحول معك من الجامعات الأمريكية إلى داخل أروقة مجلس الشيوخ ماذا بشأن قرار التصويت الذي نحن بصدده بخصوص إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل بقيت خطوات صغيرة جدا يعني مضى الكثير ولم يبقى إلا القليل من أجل إنهاء هذا السجال الذي استمر على مدار ستة أشهر ما بين الإدارة الأمريكية وبين مجلسي الشيوخ والنواب فبعد الموافقة الأخيرة لمجلس النواب الأمريكية اليوم اجتمع مجلس الشيوخ لإقرار هذه الحزمة من المساعدات الأمريكية الخارجية المجلس الشيوخ أمن الغالبية الكافية لإقرار وتمرير مشروع القانون الخاص بالمساعدات وهو بصدد التصويت النهائي وبعد ذلك تتجه مشروع القانون يتجه إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض حيث سيقوم باعتماده على الفور بعد أن حث مجلس الشيوخ على سرعة التصويت على مشروع القانون وكما تعهد بايدن للرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي في مكالماتهما الهاتفية الأخيرة أنه بمجرد أن يعتمد مشروع قانون المساعدات سوف يبدأ في إرسال أولى المساعدات إلى أوكرانيا وتحدث اليوم البنتاجون عن إرسال أسلحة ومساعدات بقيمة مليار دولار بمجرد أن يتم اعتماد هذه الحزمة من المساعدات من المعروف أن الحزمة الإجمالية لأوكرانيا 61 مليار دولار إسرائيل 24 مليار دولار وتايوان 8 مليار دولار وجدير بالذكر أيضا أنه كما أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم فال24 مليار دولار التي ستذهب إلى إسرائيل تتضمن أيضا أو في جزء منها تتضمن بعض المساعدات الإنسانية التي ستذهب لأغراض الإغاثة الإنسانية وتوفير المساعدات للفلسطينيين في غزة هناك خلاف كبير من جانبين في الحقيقة في الكونغرس بشأن حزمة المساعدات رغم إقرارها هناك مجموعة يقودها بيرني ساندرز السيناتور الديمقراطي الذي لديه ميول يسارية والذي يقول أنه لا يجب أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات لشن حرب إسرائيلية على المدنيين العزل الفلسطينيين في غزة من جانب آخر سنجد أن هناك مجموعة في مجلس النواب من المحافظين الجمهوريين الذين يرفضون أن تقدم الولايات المتحدة هذه المساعدات لأوكرانيا فهناك اعتراضات ولكن رغم كل هذه الاعتراضات استطاعت هذه الحزمة أن تمضي وبأغلبية كبيرة في مجلس النواب وبعد ذلك في مجلس الشيوخ نعم يعني رامي هناك نحو 61 مليار دولار لأوكرانيا و 25 مليار لإسرائيل و 8 مليارات لتايوان وفي نفس الوقت هناك مسؤولين أمريكيين في الإدارة الأمريكية يتحدثون عن المجاعة التي وصلت إليها القطاع أو وصلت الحالة إليها في قطاع غزة ربما المبعوث الخاص الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط كان يتحدث أيضا عن قلقه شديد من المجاعة هل هناك أو رصدت أي مظاهرات في الشوارع الأمريكية تتحدث عن رفضها لإرسال المساعدات إلى القطاع نعم المظاهرات في الحقيقة ترفع شعارات عديدة تبدأ من الحرية لفلسطين وإيقاف الحرب ووقف الفوري والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار المسألة تتخطى في الحقيقة مجرد المطالب بإدخال المساعدات إدخال المساعدات هو أمر حتمي في النهاية لأنه هناك بالفعل الوضع الإنساني سيء جدا داخل قطاع غزة مطالب المظاهرات هي أكبر من مجرد إدخال المساعدات هي تتخطى ذلك إلى حد فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين ومنح الفلسطينيين حقوقهم ومنح الفلسطينيين دولة أيضا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب قبل كل ذلك كل هذه هي مطالب المظاهرات والتي تتخطى في الحقيقة مجرد إدخال المساعدات أما عن قصة المجاعة والتقارير التي تتحدث عن أن قطاع غزة يعاني من المجاعة فمن وجهة نظر الإدارة الأمريكية وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالخارجية الأمريكية اليوم كان الحديث عن هذا الأمر وقالت الخارجية الأمريكية أنه ليس لديها حتى الآن تقييم واضح لمسألة المجاعة في قطاع غزة ولكن ما استطاعوا رصله بالفعل هو أنه ثلث الأطفال الفلسطينيين في غزة الأقل من عامين لديهم علامات واضحة على سوء التغذية وهذا في الحقيقة مؤشر خطير إذا كان ذلك هو وضع الأطفال فما هو وضع الكبار ووضع جميع المدنيين في قطاع غزة نعم رامي جابرة أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من واشنطن على شاشة القاهرة الإخبارية شكرا